على كل حال خلونا نستعرض مع حضراتكم بردو كده ونروح للغة الأرقام شوية تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري هما التقوا في 121 مباراة الأهلي فاس في 63 والإسماعيلي فاس في 22 اتعادلوا في 36 مباراة طبعا في فرقة في جاب يا كريم كبيرة جدا بس بردو ده ما يمنعش احنا ما عندناش حاجة اسمها منافس تقيل ومنافس ضعيف ما فيش الكلام ده الإسماعيلي بردو زي ما كنت بقول لحضراتكم دعم صفوفه بـ 11 تقريبا صفقة وهو كده كده حتى قبل تدعيم صفوفه وهو نايت تقيل يا جماعة وله تاريخ كبير جدا لكن احنا دايما بنقول الملعب هو المقياس ما فيش تاريخ مباراة فقط الأهلي عودنا على كده دي السياسة بتاعتنا خلينا نقول لحضراتكم كمان على حصيلة الأهداف بين الفريقين الأهلي سجل 172 هدف الإسماعيلي سجل 92 هدف برضو فيه جاب بس مش ده اللي هيكون المعيار في الأول وفي الأخ الإسماعيلي طول عمره بيتقال عليه برازيل مصر يا حضرات وطول عمرنا في كل الأزمنة المتتالية والمتعاقبة بنشوف كورة حلوة دايما من فريق الإسماعيلي أيا كان أسماء السكواد بتاعه في المرحلة اللي هو كان بيلعب فيها المباراة اللي احنا بنتكلم عليها أو أي مباراة في أي زمن من الأزمنة الإسماعيلي فريق تقيل ومهم كمان نقول أن الإسماعيلي معاه مدرب يعني كبير جدا هو جاري دو طبعا مدرب الأسباني صاحب الفكر المتميز وأكيد مش هننسى أبدا أنه كان في وقت من الوقات هو مدرب للنادي الأهلي وحصد معاه كمان بطولة الكنفدرالية لو تفتكروا حضراتكم في 2014 ومين ينسى هدف متعب في البلاس 90 في نهائي الكنفدرالية يعني كان ماتش ما يتنسيش الحقيقة وجميل كمان لما يكون مدرب مشي بس سايب ذكرى حلوة وجميلة معانا كجماهير النادي الأهلي إن شاء الله كلنا نستمتع بماتش حلو النهاردة يا ريت يا كريم ونرجع بقى كده ونشوف دوري كمان ساخن زي ما بيتقال مش عايزين دوري برضو لو أنت تنافس نفسك فيه قوي وتحس أن ما فيش منافسة أو حتى يبقى دوري صعب عندك فيه ظروف صعبة طبعا زي الموسم اللي فات ده أكيد شيء كلنا ما نتمنهوش طيب عايزين كمان نتكلم عن أنه هيكون فيه منافسة جيدة كمان بين السفقات هنا وهنا زي ما احنا قلنا لحضراتكم لعبة الأهلي سواء احنا منتكلم ناشئين أو تم تصعيدهم يعني أو رجعوا من الإعراض أو رجعوا من الإصابات هتخلي إلى حد ما برضو عندك سكواد كامل مختلف تماما عن الموسم اللي فات لمسنا ده يمكن فيه البداية كمان اللي فات تتكلمنا عن أفريقيا شوفنا ضربة البداية كانت أكثر من جيدة كمان عن ناحية تانية زي ما أنا كنت بتكلم وبأكد مرة تانية الإسماعيلي نازل بشكل مختلف تماما صفقات مهمة جدا برضو انضمت لي أبرزهم يمكن صالح جمعة حمد النقاز وفيه يمكن أكتر من كده كمان صفقات أنا مش عارفة وتقريبا 11 صفقة حسب معلوماتي بالزرط تقريبا فريق جديد آه يعني هو أجاب فريق جديد بالزرط فحنشوف مباراة حلوة أنا تمنى بس تاني هرجع أكد ده مش عايزين فوز فقط احنا عايزين فوز وعايزين على الأرض يكون فيه لعبة حلوة ده اللي احنا منتظرين والنهاردة بإذن الله يتحقق على الأرض وننجي بقى يوم الحدي كريم نشوف القصة دي